الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وعسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فقد هو الشيخان الإمام البخاري في صحيحه واللفظ له عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في عمضان فصام حتى بلغ قواع الغميم موضع بين مكة والمدينة فقيل له يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدع صلى الله عنه من ماء بعد العصر أي بعد صلاة العصر فأفعه صلى الله عليه وسلم حتى نظر الناس إليه فشعب فقيل له يا رسول الله إن بعض الناس قد صام أي قد صاموا بعد أن ضعبت لهم القدوة في الأغز بالرخصة فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاه أولئك العصاه وإذا كان ذلك لمجرد دفع المشقة عن الناس فما بالكم بالعمل بالرخصة لدفع الهلاك المتوقع وإذا كان إجمع خبار الصحة على أن التجمعات هي أخطر سبل نقل عدوى فيارس كورونا مع ما نتابعه من تزايد أعداد المتوفين عالمياً ندفع الهلاك المتوقع نتيجة لأي تجمع يصبح واجباً شرعياً ومطلباً شرعياً وتكون مخالفته معصية فدفع الهلاك أولى من دفع المشقة وعندما ننظر في الحديث نجد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آصال أخز بالرخصة مع قضاته الشخصية على موساط الصيام ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم عندما نهى أصحابه عن مواصلة الصوم قالوا له يا رسول الله إنك تواصل فقال صلى الله عليه وسلم لستك أحدكم لستك هيئتكم لستم في ذلك مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم قد أخذ بالرخصة لدفع المشقة فإن الأخذ بها لدفع الهلاك المتوقع أوجبه ألزم ومخالفة الأخذ بها اسم ومعصية الحفاظ على النفس البشرية في القلب من المقاصد التي أحاطها الشاعر الشريف بسياجات متعددة من الحفظ والحماية حتى أن الفقهاء جميعا على أن الإنسان إذا انقطع به الطيق وخشي على نفسه الهلاك ولم يجد إلا الميتة المحرمة تشاعد التي لا يجوز أكلها في الوقت الطبيعي فإن له أن يأكل من الميتة ما يحافظ به على أصل حياة أبعد من هذا لو أكره الإنسان لا قضى الله على الكفر فله أن ينطق حفاظا على حياته ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان حيث يقول الحق سبحانه إلا من أكرها وقلبه مطمئن بالإيمان وعلينا أيضا أن نأخذ بأقصى الأسباب فديننا دين الأخذ بالأسباب نريد الدعاء مع الدواء حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم تداو عباد الله نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في التداوي فالدعاء ليس إنما الدعاء إلى الدواء والفقه ليس مديلا للطب إنما نحتاج إلى الفقه والطب معا فحسن التوكل على الله يعني أن نأخذ بأقصى الأسباب ثم نلجأ إلى الله عز وجل أن يعمل لنا أسبابنا التي أخذنا بها نسأل الله العلي العظيم أن يعجل سبحانه بعفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبعكاته ترجمة نانسي قنقر